خلينا أخد محمد السلام عليكم محمد السلام عليكم إزايك مولانا سلامك الله من كل سوء وشر ومكروه إزايك أنا محمد كمال بكلم حضرتك أحب الحبك في الله والله يا مولانا أحبك الله الذي أحببتني فيه وربنا يجعل اللي أنت بتقول هن وبتعلم هن في ميزان حسناتك إن شاء الله وفي ميزان حسناتكم جميعا ما سأقولش على حضرتك اللي هي السؤال المهمة عن حضرتك فضل أخوي الله يرحمه كان توفى من خمس ست شهور كان عايش لوحده ويرحمه وتوفى يومين ثلاثة كان لوحده مفرده واستحالة إن إحنا ما عرفناش نغسله ويرحمه يعني ما عرفتوش يغسله المغسل رفض إنه هو يغسله لأنه طبعا بعد ثلاث يام من الوفاء وكان عايش لوحده ما كانش حد عارف يعني ما كناش عارفنا إن إحنا عارفنا بعد الوفاء ثلاث يام وكان عايش بمفرده في الشفاء أيوه بس أنتو وصلتو بالراحة بس يا سيدي محمد أنتو وصلتو والجسة لسه موجودة في البيت في البيت صح؟ بعد ثلاث يام من الوفاء عملتو إيه؟ احكيلي بالراحة عملت إيه؟ بعد ثلاث يام من الوفاء وإحنا لدينا الجسة والله يرحموا منفوها خلاص ماشي مش عايزين نوصفها أنتو عملتو إيه؟ أنا بقولكش يوصف للجسة إحنا ما عملناش حاجة طبعا كان مؤمر مفاجئ لنا بعثنا جبنا مغسل لا رفض يغسله رفض يغسله حسبونا الله هو نعم الوكيل عملت إيه؟ ما عملناش حاجة قال كفنتوه حطتوه في التراب إحنا ومعرفناش نكفنه إحنا كمان مش إحنا لو جبنا مية على جسمه الجلد بتاعه هيقع الله يرحمه طيب وحتى ما كفنتوش ورفض برضو قال صعب إن إحنا نكفنه بالوضع ده وإنه هنمسكه إزاي ونعمل إزاي كفناها في وإحنا نقلناها في بطنية وكفناها في البطنية ووضعناها الله يرحمه في القضر طبعاً ده واحنا عصرينا blown احنا نجيب حد من الناس الملتزمه و هو اللي أشار علينا و خطيتش هو و شهنا الحطت الوضع ده ب col him بس انت جبتوا واحد من إن واحد من المسجد بس انت قولت من اهل العلم قلت ابارة جبتوا شغال إيه من أهل العلم حضرتك بس شغال يا أستاذ محمد حضرتك شغال إيه؟ أنا موظف حضرتك حضرتك موظف مرتبك نقص مرة صح؟ مفيش مرتبك ما تخصمش منه ولا مرة؟ الحمد لله لأ تخاصم منه قبل كده لا لازم يكون تخاصم ورجعت الموظف الحسابات عملت معا إيه؟ رجعته رجعته كم مرة؟ مرة أو مرة أين أو تريد ودينك ضايع يا سيد محمد دينك ضايع راجع نفسك بقى في دينك من غير ما تزعل مني أنا عارف إن كلاما يزعلك بس أنا مش مهمتي إن أنا أرضيك شكرا أنا مش مهمتي إن أنا أرضيك ولا أرضي حد أنا مهمتي إن أنا أرضي ربنا سبحانه وتعالى ومن أول ديون تصدرت فيه المشهد في الإعلام قلت الكلام ده أنا بخرج من هنا أمشي على طريق فلعلها تكون النهاية فأول عمل هو أسأل عليه آخر عمل أنا قدمته لله سبحانه وتعالى فيا أخويا الكريم أنت للأسف اهتمت بفلوسك بمفردات مرتبك زي وزي كل الناس وسبنا دينا طب إحنا اللي عملنا ده صح لا طبعا غلط ليه بقى لإن إحنا رحنا جبنا واحد علشان نبرز زمة وإحنا عارفينه إن هو واحد ما عنده زمة من أهل العلم لهو مش من أهل العلم وهو من أهل الجهل والضلال والإضلال لإنه لو كان من أهل العلم كان قال أنا معرفش ومش عيب إن أنا أقول معرفش لإني من قال لا أعلم فقد أفتع لإنه لو قال ما أعرفش كنا أعادنا الجسة ساعة مش مشكلة كمان حد ما اتصلنا بدر الإفتاء المصرية أو بمشاخد الأزهر أو بشيخ ناسك فيه وقلنا له هنعمل إيه فكان قال لك والله يغسل يترم المية عليه كده مش هينفع من الشيخ الجلد يقع وبعضهم ييمم يعني حتى لو ما تغسلش هييمم خلاص كده طيب خلصنا موضوع الغسل يبقى ما ينفعش واحد ما يخشش قبره مش مغسل أو على الأقل قام التيمم مقام الغسل طيب وبعدين مش هنعرف نشيله الهدوم خالص الهدوم لزقت على جسمه طبعا دي الصورة جميلة اللي انت بتحكي ده صورة رائعة عشان نقول ان علامات الساعة موجودة بيننا بقوة في قطيعة الأرحام عشان نقول ان ربنا قطر تليفوناتنا وقطع ودنا عشان نقول ان المكالمة عدد ببلاش إلا رب وإحنا ما عندش عندنا وقت نتصل ببعض ونتطمم ببعض لدرجة إن الأخ يموت ثلاثة أيام وحضرتك ما تدرأش لأنك مش كل يوم الصبح ترفع السماعة وبالليل عامل ايه يا أخويا أخبارك ايه طميني عليك لو فكرت حتى بالليل ترفع السماعة والصبح فتليفون أخوك مش هيرد فقلبك يتوغوش فتروح تجري وتشوف أخوك لاني ده هتتسئل عليه قدام ربنا وبعدين بنسأل هو ليه فيروس كورونا بيتحور يا عم الشيخ عشان علامات الساعة لعلنا نعود ونتوب هو ليه احنا بنخلص من كورونا يطلع لنا الفطر الأسود ونخلص من الفطر الأسود يطلع لنا فيروس بيتنام علشان هذه آيات لمن أراد أن يتطعض أو يعتبر في فساد الأخوة لأن ربنا قال كده فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم كان أدام خلاص إذا رمينا عليه ميا أو ما ترميتش عليه ميا يمم عملنا له عملية التيمم وهي تقوم مقام الغسل فنجيب الكفن ونحطه في قلب الكفن زي ما حطناه في البطانية يا حبيبي وقبل البطانية وقبل الكفن يا حبيبي نحطه في مشمع وده ينفع يا حبيبي ونحطه في قلب الكفن ونكفنه وبعدين نصلي عليه وبعدين نحطه في قبره وندفنه دفن شرع يا حبيبي لكن للأسف أنتوا هتمتوا تخلصوا من الجثة عشان رحتها وحشة اهتمتوا تخلصوا عشان انتفخت ما هتمتوش بشرى ربنا يؤصفنا أقولك سيد محمد أثمت إثمان بل ثلاثة الاسم الأول بقطيعة الرحم الاسم الثاني بجهلك بدينك الاسم الثالث بعدم تنفيذ ما أمر الله في هذا الميت وبين يدي الله كلكم موقفون وعما قدمتم ستحاسبون فأعد للآن من السؤال جواب توب إلى الله توبة النصوحة وروح لأبرأ أخوك ادعيله واطلب منه سمحك ويغفل لك قطعته سواء كانت القطعة منك أو منه ويريد دي تبقى صورة حية لكل اللي بيتمعنا ولكل اللي بيشاهدنا والله لو لم تستفد من برنامج إني قريب إلا هذه الصورة اللي تقولك إن تقطيع الأرحام علامة من علامات الساعة الصغرى علامة قوية علامة لغلاء الأسعار علامة لانتشار الأوبئة علامة لانتشار الأمراض علامة لكل فساد في الأرض لا كفى لأن ربنا لما قال في صورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس كسبت إيه يا رب؟ كسبت تقديح الأرحام كسبت إني أصبح في وطس وفي مش عارف تويتر وفي إيه وفي إيه وما فيش حد النهاردة معهش تليفون إلا ما رحم ربي ما ظنش خالص اللهم لك الحمد غزى المحمول كل البيوت لكن القلوب صارت كالحجارة أو أشد ترجمة نانسي قنقر